بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمدٍ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليكم أيها الشعب الكريم يا من عشتم الإسلام فكرا وروحا وعاطفة وسلوكا وممارسة يا من عشتم العزة والكرامة دما ثائرا في عروقكم يا من قدمتم الدماء الطاهرة يا من تحملتم المعاناة وتحملتم أصناف العذاب من أجل دينكم وعزتكم وكرامتكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته قال تعالى واستقم كما أمرت ومن تاب معك المجلس الإسلامي العلمائي المجلس الإسلامي العلمائي حقيقةٌ دينية لا يمكن أن يُطُّفِئَها السياسة الفاسدة مَثَّلَ المجلس الإسلامي العلمائي المجلس الإسلامي العلمائي ومثَّلَ انتهاكاً كبيراً للحرية الدينية ولحرية التعبير عن الرأي لأن المجلس الإسلامي العلمائي المجلس الإسلامي العلمائي وباختصار كان يُمارِسُ يُمارِسُ دوراً دينياً وكان يُمَايُ يَرْعَى الشَّأْنَ الديني في هذا البلد وكان يستعمل وكانت الوسيلة الوحيدة لتنفيذ برامجه ولأداء دوره هي الكلمة الصادقة فأنتم بقراركم هذا تنتهكون الحرية الدينية وتصادرون الكلمة الصادقة ثم إن هذا القرار يُمثِّلُ اضطِهادًا طائفيًا لأن المجلس الإسلامي العلمائي يُمثِّلُ الهيئة الأكبر لهذه الطائفة الكريمة والمجلس يُمثِّلُ حصوصيةً لهذه الطائفة ومن حقها أن تمارسه وأن تُنظِّم وضعها الديني وأن ترعى شأنها الديني ثم إن هذا القرار يأتي كحلقةٍ في سلسلة القمع المُستمر والانتهاكات الحقوقية المُستمرة لهذا الشعب الكريم فها هي رموزه السياسية وراء قُضبان السُّجون والشُّهَداءُ تَعْرُجُوا بَيْنَ فَتْرَةٍ وَأُخْرَى مُضَرَّجِينَ بِدِمَائِهِمْ وَالْجَرْحَى يَعِيشُونَ الْأَنِينَ وَالْأَلَمْ لا يستطيعون أن يعالجوا أنفسهم والمفصولين عن العمل يعانون ضيق المعيشة بسبب الاستهداف في الأرزاق وهكذا النساء والمقدسات والمساجد لم تسلم من ظلمهم ومن جورهم حتى جاء دور المجلس الإسلامي العلمائي هذه المُؤسسة الدينية فهذا القرار يأتي في ضمن هذه السلسلة المُستمرة والتي يُرادُ من خلالها أن يُركَّع هذا الشعب وأن يُلزم وأن يُقهر هذا الشعب ليتراجع عن حقوقه وكأنها رسالة واضحة لهذا الشعب لهذا الشعب ولهذه الطائفة وللأحرار من هذا الشعب بأنه لا محلَّ لكم في هذا البلد إلا أن تكونون عبيداً ولكن نسوا أو تناسوا أن هذا الشعب الذي تربَّى على الإسلام وارتشف روح الشهادة وروح الغيرة والعزة والكرامة من خط علي وآل علي من خط الحسين ومن كربلاء الشهادة يُعلمون أن هذا الشعب لا يُمكن أن يركَّع ولا يُمكن أن يكون عبداً ويأبى إلا أن يكون حرًّا وَهَا أَنتُمْ تَسْمَعُونَهُ لَيْلَ نَهَارِ يُنادي بشعاره الخالد هيهات منا الذِّلَّة هيهات منا الذِّلَّة هيهات منا الذِّلَّة وتسمعونه يُكرِّر دائماً ألا تنازُل ولا تراجُع ولن نركع إلا لله لن نركع إلا لله لن نركع إلا لله فهم في وهمٍ عظيم أن يستعبدوا هذا الشعب فلقد انتهى زمن الاستعباد وانتهى زمن الاستبداد والأمة قد اتخذت قرارًا وقدَّمت لأجل هذا القرار القرابينة وتحمَّلت المعاناة والآلام أن تعيش إسلامها أن تعيش عزيزةً كريمة في بلدها ثم ماذا يريدون من هذا القرار؟ هل يظنون أنهم بهذا القرار وبهذا الحكم السياسي بغطاءٍ قضائي هل يريدون أن يوقفوا الحراكة الديني في هذا البلد؟ هيهاد وكما قال سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم إن هذا الوهم ليضحك الثكلة يظلون أنهم بإغلاق المجلس العلمائي يستطيعون أن يوقفون العمل الديني والتبليغ الرسالي والحضور العلمائي في صفوف الأمة كلا وحاشا فالمجلس الإسلامي العلمائي ليس سوى واجهةً وهيئةً تنظيمية لعملٍ إسلاميٍ دينيٍّ علمائيٍ عميقٍ متجذر في هذا البلد وإن قراركم هذا لا يسوى الحبر الذي كُتِب به ولن يتعدَّى أنكم تغلقون مبنًا بقهركم وبسلطانكم ولن تستطيعوا أن توقفوا حراك العلماء لأن هذا الحراك اليوم وفي الماضي وفي المستقبل يقوم على يقوم على أيدٍ مُخلِصةٍ وراءه ثلَّةٌ من العلماء الرساليين المضحين المتفانين في خدمة الدين ثم أنها إن الخط العلمائي يحتضنه شعبٌ كريمٌ أبي لا يمكن أن يتخلى عنه فكيدوا كيدكم ولن تستطيعوا أن توقفوا مسيرة العطاء العلمائي أبداً وأخيرًا وأخيرًا أقول أن الجرم الوحيد الذي يُحاكم عليه المجلس الإسلامي العلمائي هو أنه وقف بجنب مطالب شعبه العادلة وهذا الذي قُدِّم بعلواني أنه يتدخل في السياسة بغطاءٍ ديني ما هي المبارسات السياسية التي يقوم بها المجلس سوى إبداء الرأي والكلمة الصالحة المُصلحة أَوَهَلْ هَذَا مَحْضُورٌ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ إِنْسَانِ وَلِكُلِّ مُؤَسَّسَهِ وَلِكُلِّ شَخْصِيَّةِ حَقِيقِيَّ وَحَقُوقِيَّةِ فنقول لهم أن العلماء والوجود العلمائي والتيار العلمائي سوف يبقى مع شعبه في خندقٍ واحد مسانداً لمطالبه العادلة مؤيداً لحقوقه الشرعية وداعياً إلى ضرورة المواصلة في المطالبة بالحقوق في أطرٍ سلميةٍ وفي ضمن المنهج السلبي الذي نؤمن به ونصر عليه وكنا واختصاراً وكنا نستمع دائماً من شعبنا الكريم معكم معكم يا علماء وأن أنا أقول لهم اليوم معكم معكم أيها الشعب الكريم في مطالبكم العادلة وحقوقكم المشروعة وإلى نصرٍ مؤذرٍ كريمٍ في ظلال الإسلام يحقق العزة والكرامة لهذا الشعب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته